بسم الله الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيادنا السلام عليكم معكم أبو فردوس اليوم بغير نتكلمه على موضوع مهم تخص وحل فئة كبيرة من النساء والشابات المسلمات بالأخص مسألة تعطيل الزواج أولاً ما هو تعطيل الزواج؟ أصلاً ما هو تعريف ذياله؟ تعطيل الزواج هو بمعنى أن هذا البنس عندما توصل الوقت للزواج تتلقى واحد المعيقات واحد العكوسات تتمنعها من الزواج تقدر مثلاً نجيو عند الخطاب ولكن ما تيقعش إما ما تيقعش شوافق أو حتيهم شيء وما تيقعوش يرجعو أو تتوقع مشاكل وعكوسات بحضر السلامة والبنس مع مورو الوقت تتلقى حالة يأس حالة يأس يومية وما تتعرض لهم مشكلة وماذا عندها؟ بالضبط لا نعرف ماذا عندها هي الحمد لله أعطى الله سبحانه نصيب من الجمال الحداغة موجودة كل شيء موجود ولكن لماذا الخطاب يمشي وما تيرجعوش وما تيقعوش هذه الحالة الأولى ده وتتعرف ديره الحالة التالية شو السبب ديره بالضبط سببه إذا من ناحية الروحانية السبب ديره تقدر يكون من حالة من حالتين حالة من حالتين الحالة الأولى اللي هي العين هذا العين اللي تقدر تكون ضرباتها مثلاً إما في الصغر أو حتى في القبر ربما الإشيء هي تتميز به مثلاً الشعر دياله ما شاء الله مزيان أو الجسد دياله ما شاء الله جميل ونضربوه بعين حسدوها إذا ذاك العين تجيب تعطيه النقطة الثانية يقدر لكم بسبب السحر هذا السحر يراد منه هو من تزوج تقديم عيشة بلا زواج تتبور أو يكون عندها توابع من الجن طبيعة الحال يمنعوها من الزواج قاعدة ما تكونوا في الجسد دياله قدر يكون مثلاً محيطين بها هذا قدر يكون بسبب إنسي أو جني حالتين طيب هاد العين هاد العين غالباً تكون عين حاسدة عين حاسدة سبب لهذا مشاكل كاملة إذا مشكلة نعرفه تغطيه للزواج السبب عرفناه إذا آخر حل أو آخر نقطة هي العلاج العلاج إذا هو العلاج العلاج ما هو العلاج؟ أولاً يا أختيك ستعرفي أن هذه العين أو السحر غالباً كونت طاقة سلبية إما داخل الجسد أو خارج الجسد نحن بغض نظر ما نقوله نحن إلى الجن إلى الشيطان لوره طاقة سلبية طيب هذه الطاقة السلبية تزال لكنها تزال بالقرآن قرآن طاقة إيجابية إذا نحن نأكل وصفة بإذن الله والله سبحانه وتشافي أنت لحسب النية ديالك وليحسب اليقين ديالك بالله سبحانه وتعالى ولحسب توكل الإيمان ديالك إذا نقوله بالله التوفيق خذ ماء ماء أفضل يكون ماء بحر أو ماء مطر أو ماء ماديني إذا الماء ؟ إذا قرأى فقط الماء Dr.Fatihah أية الكرسي سبعة المرات ни juga سورة ياسين مرة واحدة إذا كانت ثلاثة مرة تكون أفضل مرة إلى ثلاثة كل مرة تقرأ علمت نفسي لا تقرأ علمت نفسي لا تقرأ علمت نفسي إذا نقطة ثانية هل ماء قمنا ماء بحر أو ماء مطر هذا الأفضل إذا لم يتواجد ماء بحر ماء مطر بملح سخري أو ملح الحياة ملح الحياة كذلك الأمر بالنسبة الملح أو الماء المعديني إذا قرأوا لي الفاتحة مع النفس سبعة المرات آية الكورسية سبعة المرات مع النفس ياسين كما قلت نفسي ياسين لما قرأ له إذا هذا النقطة مهمة وهذه الآية مهمة جدا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالَ عاديس قرأة علمت سبعة المرات مع النفس وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالَ وَأَذِّنْ هذه كانت صورة الحج وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَذْقَيَفْ صُورة الحج قراءة صورة الحج وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالَ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ورقات من الصدر وتقرأ آية إبطعة السحر غالبا تقرأ في جوجل آية إبطعة السحر يقشر قال موسى ما جئتم به السحر وإن الله سيبطله ووحينا إلى موسى أنا القي عصاك فإذا هي تلقى فما يأفكون فوقع الحق وبطن ما كانوا يعمرون وتضيف بعض الآية السحر كما قلنا هذا الماء تشرب إذا ستغتسلي به مدام فيه الملح ستغتسلي به اختسال سبعة أيام بإذن الله سبعة أيام ستغتسلي ستغتسلي ماء آخر تقرأ عليه نفس الآيات ولكن لا يكون ملح ستشربه بالأخص على الريق بالأخص على الريق تشربه مثلا إطر ودينا الماء وتستفرغي السفرغ ضروري منه لأن غالبا المعيدة تكون فيها إما أخلاط عين وحسد أو سحر مأكول أو ما يستمر بتوكال سوى الإنس أو سوى الجن إذا المسألة للسفرغ غالبا تأخذ ريحان دري في الماء أو غالبا دري فيها الريحان تقرأ علمه سورة الزلزلة 71 مرة فاتحة سبعة المرة سورة الزلزلة 71 مرة سورة الزلزلة مكررة قبل ما تشربين مع الريق بإذن الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لكم يا أخوات بأزواج صالحين الآية المهمة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق كما قلنا الفاتحة سبعة المرات آية الكرسية سبعة المرات ياسين مرة حتى ثلاثة المرات لكن ثلاثة المرات تكون أفضل تقرأ على الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق كما قلنا تقرأ على ماء مرقي أو تقول ماء بحر إلا ما كانش ماء البحر تدير ماء المطار تدير فيه شوية الملح بالأخص من الأفضل الملحة الحية وتقرأوا هذه الآيات بالأخص مرة العصر ضيفوا عليه آيات إبطال السحر طبعا ما ننسوه آيات إبطال السحر آيات إبطال السحر هذه الوصفات تقوم بها سبعة الأيام والدعاء وبعد كل الصلاة هذه الآيات تقرأوا بزاف وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فجين عميق إذن فسال يدب هذه الغسل نسبة للشرب نفس الآيات تقرأوا على ماء ماء مطر أو ماء معديني وتشربوا بإذن الله الأفضل على الريق واحد الأيطرو ديال الماء وتديروا الاستفراغ ليومرها ثلاثة المرات استفراغ تديروا هذه اللاب ماء تقرأوا علي صورة الزلزرة واحد وسبعين مره سورة الفاتحة سبعة المره سورة الزلزرة واحد وسبعين مره وتقييوه أو استفروا بسنمكي سنمكي اللي وراء موجودة عند العطار وما يسمى بسنحران تقرأوا لي صورة الزلزرة كذلك وتغليوها في واحد الأيطرو ديال الماء ولا نص ايطرو ديال الماء وتشربوه على الريق اللي غادي بلا ما تقييوه لأنه غادي اللجاع أو ما يسمى الإسهال تبعوا الوصفة إن شاء الله سبعة أيام باليقين الله عز وجل سوف تفعلكم هذه التوابع أو هذه العكوسات أسأل الله عز وجل أن يرزق أن يرزق بنات المسلمين أزواجا صالحين هذا كان معكم أخوكم الراقي المعالج أبو فردوس من بوستون أمريكا صلى الله عليه وسلم بارك الله محمد وآله وسهبه آخر دوارة الحمد لله بالعلمين لا تنسوش دعمونا بلايك سيسكرايبر و جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله موسيقى